ترجمة نانسي قنقر من إبراهيم الخليفة كلمة خلال الحفل أشاد فيها بالرعاية المتميزة التي تحظى بها كرة القدم القراغزية من فخامة الرئيس صدر جابروف منوها بالتطور المتلامي الذي تشهده اللعبة في البلاد على مختلف الأصعدة هل رئيس الاتحاد الأسوي لكرة القدم أسرة الاتحاد بمناسبة افتتاح أكاديمية اللعبة ومركز تدريب المنتخبات الوطنية مؤكدا أن هذه المشاريع الحيوية سيكون لها إنعكاسات إيجابية على مخرجات كرة القدم في البلاد من خلال توسع قاعدة اللعبة ورعاية المواهب بالإضافة إلى رفع مستوى المنتخبات الوطنية وزيادة قدراتها التنافسية في التظاهرات الكروية القرية والدولية شدد معالي الشخص المان بن إبراهيم الخليفة على دعم الاتحاد الأسوي لمسيرة اتحاد كرة القدم في قرغستان عبر مختلف البرامج التطورية بما فيها دعم إنشاء الصالة المغلقة لكرة القدم في الأكاديمية الجديدة ترجمة نانسي قنقر